بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم هنا في المؤسسة السياحي خاصة قرية سياحية تيبازل قرية التي عرفت إعادة تهيئة وعسرنا اليوم نقوم بما قبل الاستتاح الرسمي التحام من أجل نعطوه الوقت للاستكشاف الخدمات التي نقدمها المركب السياحي تيبازل من جهة ومن جهة أخرى نعطي دافع للتنمية الاقتصادية خاصة في الولاية التي تعتبر ولاية سياحية بامتياز تنفيذا لتعليمات الرئيس الجمهورية خاصة فيما يخص الفلاحة والسياحة السياحة السياحة سوف تكون بديلا استراتيجيا لقطاع المحروقات خاصة في هذه المرحلة وسوف تعطي دافعا إيجابيا للسياحة الداخلية ولما لخارجيا إن شاء الله لما تحتضنه البلاد من جمال طبيعي خلاب وسوف نركز على الخدمات النوعية الخدمات النوعية التي تكون في مستوى السعر نقحنا الأسعار تكون جدا تنافسية مقارنة بدول جوار وسوف تلاحظنا ذلك خلال موسم الاستياف القادم إن شاء الله سوف نعطي دافع إيجابيا جد إيجابي للقطاع السياحي على مستوى الولاية خاصة وهذا المركب يحتوي على قدرة استيعاب تفوق ألف سرير وبقدرة إطعام تفوق ألف وجبة في الخدمة الواحدة هذا المنتجح ركشفت في جولة قمنا صباحا اليوم بجولة وشفت الخدمات التي نقدمها هنا خدمات على طول السنة سوف تكون هنا الاستغلال على طول السنة لما يحتويها على من عدة مرفقات تكون بحجة مسئة إليها من طرف المجتمع ككل مثل نادي الفروسية الرياضة المساحات الخضراء المساحة الغابية ما يكونوا نفس الأسعار هو الأسعار هي المبدأ عرض وطن لم يفرغ منه دائما هذا عبارة عن موركب سياعة ومنتجة سياحة هنا على شاطئ البحر ركب عيدة على حوالي 20 متر على شاطئ البحر سيكون إقبال كبير في موسم الاستياف مثل ما هو معمول به في كل دول العالم موسم الاستياف رح يكون موسم خاص نلاحظوا هناك ارتفاع في طلابات في طلابات دونك السير سوف يكون على حسب الطلب دونك في في السيزن استيفان ستكون خدمات جد عالية بما تناسب الموسم بمعنى رح نركز على الحفلات الصهرات الليلية رح نركز على العاب الأطفال رح نركز هناك نشاطات للعائلة ككل هكذا في خارج موسم الاستياف سوف يكون اقبال احنا ماذا بنا نكون اقبال معتبر وننسيوا كيف نخلقوا الزابون المستقبل من خلال افكار وابداع من طرف الموسيرين للوحدات السياحية لازم يكون ابداع وابتكار من أجل استقطاب استقطاب السوق الوطنية هذه من جهة اولية ومن جهة ثانية لماذا لا ما بعد كورونا نتحدث عن وجهة عالمية نتحدث عن جزائر كوجهة عالمية لماذا لا نتحدث عن وهي متوفرة عليها كل مرافق لديها كل امكانيات لدينا كل امكانيات لدينا القدرة لدينا الماناجمنت اوتاليير كل حاجة السياحة الرقمية او الحجوزات عن بعد الدفع الالكتروني كل هاجة متوفرة لدينا كل امكانيات للنهوض بهذا القطع احنا نتماشي مع شوف صحة الانسان لا تقدروا بثامن هذه اولا نحن صحة الانسان هي اغلى اغلى شيء في الوجود هو الانسان نك لا تقدروا بثامنة نحن احنا نحن نحن مستوى أحدتها هي البلج ومطارس وأكوندور قمنا بالحجر الفندق هنا على مستوى ثلاث وحدات حوالي ما يقابل 33 ألف ليلة مقضات في الحجر الاحترازي وعندنا تجربة التي من خلالها لم نسجل أي حالة إصابة بين الموظفين هذه حاجة جد إيجابية نلقينا حالات وتم الاحتناء بها على وجه الصرعة وخرجة المستشفيات معافات والحمد لله